ينضم إلينا من هناك الناشطة المدني عمار الحلفي عمار مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه بداية من المسؤول عن اللجوء إلى هذه القوة المفرطة في فضل التظاهر بالبصرة يعني هل هو المحافظ سلطة المحافظة أم القائد العام للقوات المسلحة كيف تنظرون لهذا الأمر تحياتي لك ولمشاهدين الكرام بصراحة اليوم الكاظمي يلبي مطالب الأحزاب بقمع التظاهرات بقمع الاعتصامات بإنهاء الاعتصامات اليوم الكاظمي لا يلبي مطالب المتظاهرين بل يلبي مطالب الأحزاب والقتل الذين تورطوا بقتل المتظاهرين اليوم الكاظمي أعطى أمر إلى كل قادة العمليات وإلى كل المحافظين بإنهاء الاعتصامات وفتح الشوارع بدون أن لا يتوفر أي مطلب للمتظاهرين ما معقول اليوم المحافظ أو القائد العام للقوات المسلحة ينهي الاعتصامات بهذه الطريقة اليوم اليوم البارحة تفاجئنا في محافظة البصرة دخول قوات وكأننا اليوم داخلين في ساحة حرب اليوم دخلوا إلى ساحة الاحتصام قالوا نريد أن نفتح الشارع قلنا لهم لا لدينا مشكلة اليوم فتح الشارع لا لدينا مشكلة بالشارع تريد أن تفتحون الشارع؟ ياكم الله أهلا وسهلا نحن وياكم أخوة وكانت كل شعاراتنا تنادي بالسلمية لكن تفاجئنا بعدها قاموا بحرق الخيم العفو قاموا بحرق الخيم وبعدها أطلقوا الغاز المسل للدموع والرصاص الحي نعم طيب هل لديكم موقف مغاير لموقف المتظاهرين زملائكم في بغداد الذين أفرغوا الساحات بطريقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بصراحة اليوم الكاظمي قاعد يستخدم المنابر الإعلامية الصفحات والبيجات في مواقع التواصل الاجتماعي لأوهام الشارع اليوم حتى ساحة التحرير كانت غير راضية على فضل الاعتصام اليوم شفتوا كل زيان شفتوا كثير من الفيديوهات وثقت بأن تم اعتقال وفضل الاعتصام في ساحة التحرير بالقوة والتجأ اليوم الكاظمي إلى المنابر الإعلامية لتسقط الناشطين وقال هناك اتفاق بين الناشطين والقائد العام للقوات المسلحة لفضل الاعتصام لا يوجد أي اتفاق من قبل ناشطين ساحة التحرير ولا ساحات التظاهر اليوم كل الناشطين يطالبون الكاظمي أن يلبي مطالب المتظاهرين لا أن ينهي الاعتصام اليوم نطالب الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين اليوم نطالب الكاظمي بإنهاء الوجود المسلح اليوم نطالب الكاظمي بكثير من الأمور اللي ما توفرت للساحة ما هي خطواتكم اللاحقة عمار لدي نصف دقيقة لو سمحت أكيدا اليوم الكاظمي نفس ما أخطأ عادل عبد المهدي بصراحة فقد اليوم مصداقيته من قبل المتظاهرين والشعب الأراقي وكذلك المرجعية اليوم الكاظمي صار في قانة الأحزاب المطلب القادم سيكون هو الكاظمي نطالب بإقالة الكاظمي ونبقى على مطالبنا الرئيسية التي هي إنهاء المنظومة السياسية إنهاء مهزلة الأحزاب أسقاط الأحزاب إنهاء هذه العملية السياسية التي أجتنا بعد 2003 اللي ما شفنا من عدة فقط الفساد والدمار والقتل والجوع واضح من البصرة ناشط المدني عمار الحلف شكرا جزيلا لك